ولايات الوطن الديوان الوطني للثقافة والإعلام هذا العلوان الكبير الحاضر معنا اليوم في شخص مديره السيد لخضر بن تركي مرحبا بيك سينا مرحبا بيك اليوم إذن النقاش حول الديوان الوطني للثقافة والإعلام عشرون سنة من التواجد وأيضا ما تعلق بفعاليات 2018 أيضا أو ما هو قادم من نشاطات الديوان يحضر معي كالعادة فيصل ميطاوي مرحبا بيك صار خير شديد صار خير لكم المشاهدين اليوم نحن نتحمى ونوياك على السيد لخضر بن تركي ونحاوله كما لم يحاور من قبل لأنه عندما نتحدث عن شخص لخضر بن تركي نتحدث على كثير من المعطيات وكثير من العناوين الثقافية الكبرى كما قلت بعتبار أنه عشرين سنة من التواجد على رأس هذه المؤسسة الرقم واحد ويكفي باش من قلوب اللي هي مؤسسة حقيقة حاضرة في المشهد الثقافي بحضور باقي بوخالفة أيضا ورسمته الساخرة أتمنى أيضا تكون تكون لطيفة على سيد لخضر بن تركي ولا وإنه ما نضمن لكش لخضر بن تركي دائما الباقي بوخالفة ما غضوش حكمه فيه إذن فايسل نعم سين سنة من التواجد اسم كبير وأيضا اسم ارتبط دائما مع النشاطات الثقافية والفنية الكبرى بالفعل السؤال أول أستاذ لخضر بن تركي دائما دول وطني الثقافي الأعلم يربط بالحفلات رغم أنه الدول ليست وكالة حفلات يعني لماذا تلسق بكم هذه الصورة أولا شكرا على الدعوة ثانيا سمحوا لي بهذه المناسبة يعني فقدان الساحة الثقافية فنان جزائري محمد من فرقة الأمجاد لتوفى بارة من الورحمة إن شاء الله ولذويه الصبر وسلوان وأقول للعائلة الكبيرة كذلك للعائلة الفنية والثقافية فقدان هذا الفنان نفس الشيء كذلك لوالدة سيدة جاهدة فنانا كذلك لتوفى البارة نتمنى لها للرحمة إن شاء الله وتعزيها للفقيدة المؤسسة كانت جمعية ثقافية جمعية فنون وعروز يقال ما يقال على الجمعيات والعمليات هذه إذا سمحته حتى نعرف كيف وصل قضية الديوان فحاولنا كانت البداية حاولنا قال أننا نخرج من هالتقوقع هذا انتع جمعية الداو ما الداوش حطو ما حطوش تعال القيل والقال كتير في وخصتين في الميدان الفني قلنا أننا تهيكل إلى مؤسسة عمومية بيطلب منكم أو بيطلب من جهات رسمية طلب مننا جهات رسمية لبات يعني قبلت الفكرة قال ممكن أننا نخلق نكون ديوان وديوان كان أنا ذاك وزير حمراوي حبيب شوقي دمنا المشروع يكون أن الديوان كانت للفكرة أنه يأخذ إنتاج المسارح كل أعمال الثقافية يوزحها يصبح موزع الأعمال الثقافية ويترك المؤسسات الأخرى للإنتاج كل نوع معنا طبعا كان فيه شوية أشكال فيه من قبل ما قبلش من دائما تعرف حنا في حالتنا بش بش تبني موش سهل كان يرفض نعم كان يرفضها للا مصرح الوطني رفض أو غير المهم كان فيها خلوزا وأنه هذه الفترة كانت حساسة شوية بالنسبة للحياة الجزائرية ككل هي فترة أزمة بنهاية سنوات 2007 حاولنا قدر المستطاع أن المهم مر وكانت الولاد مثل ما قال الأخرش دي كانت فيه أزمة أزمة مالية أزمة أمنية إرهاب أمنية يعني مشاكل تثيرة فقبلونا أن تكون المؤسسة هذه لكن بشرط بدون أعتمالي بلنا أنا بديته بسبر دينار ولا سنتيم تأسيشه بدون سنتيم فبدينه هو في الحقيقات أسفي أمنية وتسعين ولكن ما بديناش العمل لأن الإمكانيات كانت ما تسمحش الجمعية الجمعية ثانية كان فيه من رفض من أعضاء الجمعية في الأخير تم فيه اقتنع لإخوان تالجمعية قالوا شرعي كل أسماع اللي كانت حاضرة في الجمعية في هذاك الوقت لا أشعارف لا أشعب أن أذكر أسماع لا أشعب أن أذكر أسماع لا أشعب أن أقول جمعية ثقافية اللذي تلنيسيين ولا فهذا كنت أعرف من فنداتور معلش من فنداتور كانوا قبل أنا وقبل أنا الفنداتور كانوا في تسع وستين لخلقوا الجمعية لأن خلق الجمعية كان كيف جاء التأسيس الجمعية هذه لأن هذاك الوقت كان تأسيس ما يسمى بالمركز ثقافية مركز ثقافة والإعلام في الجزائر كان مركز ثقافة والإعلام في قسانتين وكان من المفروض يكون مركز ثقافي أعلامي في كل ولاية فتحولت من مركز ثقافي إلى دار ثقافة لكن لما تأس مركز ثقافي هو يعتبر مسلحة خارجية لوزار الثقافة يعني سيتان سيرفيس اكستيريور دي ميديسر سيرفيس اكستيريور دي ميديسر ما عندوش له طمومي فينسير الباس يجوز عن طريق مديرية ثقافة بالولاية كيف صبحت الأمور معقدة فذلك الوقت كان فيه تفكير كان الله يرحمه سي بن يحيا نفس الشيء كان أول مدير على هذا المركز هذا هو بن يوسف باب علي وبعده جاء محمد الوراوى خلقه جمعية تنشط داخل مركز ثقافة والعالم هي الدير النشاط في هياكل المركز يستفادوا لتنين لكن المدقيل كلها هذك تمر عن طريق الجمعية طبعا مشات الأمور حتى التسعينات بهذا الطريق خير قلنا يعني خلاص فيها بارك الآن نروح إلى نشخة العملية وصلت حافظت على المؤسسة الوحيدة يعني الإخوان اللي كانوا مسؤولين قبلنا وتقبير نتكونا حتى على أيديهم من التجربة ناخدنا كل من هذي الرجال اللي اشتغلنا معهم الشيء اللي وقع أنها حافظت على المركز هذا أنه باقي في الحياة كل المجاكة اللي مرت وبقاء وبعدين جاءت فكرة الديوان جاءت فكرة الديوان جاء الديوان بدأنا الشيء اللي قلعنا به الإخوان تاع الجمعية نذاك أننا نحول كل إمكانية الجمعية للديوان بشرط أن الديوان يأخذ كل عمال الجمعية تم هذا فيطار محظر شفت عليه الجهات المانية وتحولوا هما بطريقة أخرى العمال الديوان هو في حاجة إلى عمال مختصين موجودين في الجمعية وموجودين في المركز فتحولوا إلى الديوان يعني تحملت الجمعية مدة تقريبا سنتين مرتبت الناس هذه وإمكانياتها هي اللي خلاته الديوان يشتغل حتى بداية الفين وثلاثة وكان أول عملية كبرى غامر في هذا الديوان هو المعرجان دولي للشباب الفين وواحد الفين وواحد كانت أول مغامرة تعملنا كنا تعملنا تقنيا وفنيا مع الأخ صافي بوتلا صافي بوتلا هو اللي قام بالأمور التقنية للحفل هو اللي اللي فتح العملية ملعب خمسة جويلية لا الأمور التقنية وفنية عملنا معها يعني مش وحده فيه طرفين فيه في العملية طبعا هو عنده مختصين تاو تقنية تاو لجابهم في نفس الوقت الديوان أشرف على العملية هذه فنيين وحولت له الإمكانية المادية ليسلمها صافي بوتلا بالتنسيق مع هذا كل وقت الشبيبة الجزائرية الينجية وزارة شبيبة ورياضة مش الينجية شبيبة الجزائرية الديوانجية شرفت سياسيا والله في التعرضات لكن أنا تعاملنا مع وزارة حتى 2003 سيبن تركي جاكم ميزانية من عند الوزارة ما كرش ميزانية من التاريخ النشاء لأي 2003 خلين من نمكمل كان نجاي كل هذه الحاجات المعنش 2003 كان أول جريدة رسمية موجودة بمكان بترجمنا 2002 2003 كان أول عملية اللي اعتدتنا هي 600 ألف دينار جزائري يعني 60 مليون سنتيم في ترس سنة السنة اللي جات بعدها كانت خمس ملايين دينار جزائري تظن لسنة أو سنتين بعدها عشر ملايين دينار جزائري سنتيم يعني مليار سنتيم يعني بعد 2007 2008 دات تطلع مع تظاهرات الجزائر عاصمة الثقافة العربية لا فرق لأننا نتكلم على التظاهرات التظاهرات اللي دامت في العمل الثقافي 2007 احنا كلفنا بالافتتاح الشعبي يعني المجسمات وذا عملناها في مع محيط فني مع محتذك وهذا كانت مهمة أنا في هذه ومهمتنا أنا ذاك هي الخيمة العربية اللي عملناها في رياض فتح ويعني كنا منفذين لعملية لبرامج يمكن القول أنه الانطلاق الفعلية لدوال وطن الثقافة والإعلام كانت في سنة 2007 لا هي مش 2007 اطلاق الفعلية اللي خلت عنده تظاهرات كبيرة يشرف عليها لا هي التظاهرات الكبيرة أنا نقول لك هو الديوان والناس شايفينه الديوان هو شايفينه الناس توجده في كل مكان لكن الشي اللي ما فهموش من الديوان يعني ما خلتنيش نكمل من هذا فضل أننا بدنا بدنا تقريبا مستعاشين عمل اللي كانوا موجودين في الجمعية وعندنا ثلاث ما كتب لاري شعراس اللي كنا نتكلم عليها لاري حماني لكن كان فيه تشنيد كان نستعمل تشتغل نحن نصل اليوم إلى 550 عمل على المستوى الوطني على المستوى الوطني 550 عمل على المستوى الوطني فمبدئيا الديوان لازم توجده في كل مكان لأن إذا ما توجده في المكان هذا يعني يعيش من مداخله يعيش من أعماله كل مكان كايش ميزانية سنوية ترصد للديوان الميز ليش ميزانية كاي المساهمة مساهمة لأن الميزانية هو تغطية مصارف كلها حال المساهمة الحالية من تركيا مساهمة السنة الماضية كانت 350 ألف دينار جزائري يعني 35 مليار سنتيم السنة هذي رأي في 400 ألف دينار جزائري مش حال مداخلت عندنا المداخل والنشاطات هو تشوف المداخل كان أوقات تجاوز 300 150 مليار لكن المداخل فيها لأن لما تدخلك ميزانية معينة في عمل معين قال بلي عندك حفل فلاني أو العملية الفلانية أو ما قامت به مثلا الهائة العربية للمسرح عمليات أنك تدير أنشيفر تسكن 401 تنقل 401 عدد العروض عدد الإمكانية تقنية تلقى روحك في استبياس 700 ألف 800 ألف مليون دينار جزائري لكن مقابل هذا أن مليون دينار جزائري ممكن تبقى منه 10% الديوان لأن الديوان في حدث وين يعيش من وراء هذا في خدمات التي قدمها في عماله في تقنيه في موطفي في هذه العمليات التي تبحث على هذا أما المساهمة التي تقدم في هذا الإطار هذا ي في كل ما هو عمل خدمة عمومية عن سيرفيش بي بيك تعاملوا مع الجمعيات تقدموا مجان للجمعيات ما هو عمل للطفل ما هو عمل المحاضرات للشاعر الأديب يعني كل حاجات لي ما عنداش المردود المادي ما عندكش فلوس شعب تجاري ما عندكش فلوس خاصة مثلاً قال هذه خاصة بالشاب خالد وهذه خلينا تكلم على الأسماء وهذه خاصة بالشاب مامي ما عندكش هاتش 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 إذا تجيب خالد لازم يجيب شلوس هو أولاً وهذا يعتبر شطر هذا يعتبر الشطر فقط في إطار عمل الديوان لأن الديوان ما عنده هاتش 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 الديوان عنده المسرح عنده في المكتبات سيد بن طولك يظهر دائماً الديوان الوطني الثقافي الإعلام كم منظم حفلات السؤال الأول لا أنا نظن كأن في خطأ ثاني كذلك من الإعلام يعني الإعلام عمره ولا راح إلى البعد الثقافي اللي يشتغلو الديوان الورشة التكوينية اللي رايح موجودة الأعمال اللي رايح تتقدم الطلبة اللي رايح موجودة الآن الثلث المكاتب إحنا الآن موجودة أكثر من 11 مقر بدنا بقاعتين الآن عندنا خمسة وستة وستة مقعات على مستوى الوطن يعني نحاول قدر المستطعوين تكون في إمكانية نزيد نوسع أمورنا إلى ما هو أفضل وأحسن ونظن هذا هو العمل الثقافي وإحنا عملنا ثقافي أكثر ما هو حفل سيد نخضر بن تركي هذا الجمعية اللي بدأت بمقر صغير في جزائر العاصمة منثل غرف الآن اسمها ديوان وطني الثقافة والإعلام اللي يسير ويدير أغلب القاعات الموجودة على مستوى الجزائر خصوص القاعات الفنية والثقافية مؤخرا أيضا قاعات كبرى مثل الزينيت وقاعات أخرى أيضا تسيرها هذه الجهة اللي هي ديوان وطني الثقافة والإعلام هي مسيرة ربما دخلنا نتحط على الحصيلة شوف بلي أي حصيلة إيجابية لهذا التواجد تعكم في الديوان الوطني الثقافة والإعلام أنا رك تقولي قدم روحك إنجحت أو إلا ما إنجحت نظر الحصيلة الحصيلة لما نقول لك أنا كنت تقولي نقول لك واش عملت تقول لي إنجحت أو إلا ما إنجحت هذا الشيء آخر هذا يبقى لك وش لي أنا أنا نقول لك أولا مش من تركي وحده فيه طاقم يشتغل يناضل في هاد شي هذا أنك تكون من مقر أو من جمعية بستة عشرين عامل تصبح الآن بخمسمائة وخمسين عامل يعني منطقنيين وفنيين وفنانين ومبدعين اللي رأي موجودين من مكان بسيط إلى توسع عبر الوطن تقول لي هل نجحتوا أو لم نجحتوش هذا يبقى لكم وفي رأيك نجحتوا في رأي أنا أشوف فالاعتراف بالنجاح هو الفشل إذا قلت أنني وصلت إلى النتيجة معينة معنا أنتهيت أنا نقول باللي إحنا بدينا ممكن يجيون بعدا يزيدوا أكثر يزيدوا أكثر لأن الثقافة في حاجة إحنا بالأمس كنا عشر ملاي الآن نهاربعين مليون يعني أنت في حاجة إلى بعد ثقافي وحاجة إلى عام ثقافي بالأمس كنا في مكتب أو اثنين يعني لازم نعترف كذلك باللي هذه الألفين وألفين وعشرة زادت في البعد الثقافي والعمل الثقافي والهياكل الثقافية شي لما ندارش من الاستقلال إلى الألفين بصغة أخرى للسؤال كي بن تركي ديوان وطني الثقافة والإعلام ما نقولش من تركي نقول ديوان وطني الثقافة والإعلام هو اللي 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 خلى الواجهة انتعى الثقافة في الجزائر مهمة والله هو الاستفاد من وزارة الثقافة المتعاقبة خلاوه مؤسسة ثقافية كبيرة هي المهمة هذه ولا الأخرى هذه مؤسسة وطنية هي جزء لا يتجزى من وزار الثقافة نجاح ديوان أو نجاح أي مؤسسة ثقافية هو نجاح وزار الثقافة وانت ما تقدرش تعمل كناكرة على وصايتك وما تقدرش تعمل بشخصية وحدك بدون محيطك بدون ما يدور معك في هذا فنجاحك هو نجاح الجميع وفشلك هو فشلك هل الدول الوطنية الثقافية يعمل وحده كمؤسسة وحيدة في المجال الثقافي أم أنه يعمل بالتكامل والتعاون مع المؤسسات الأخرى نظن نحن ما نش مؤسسة وحيدة في الجزائر ما نش مؤسسة وحيدة نحن مرن إلا قطرة في بحر يعني عشرات المؤسسات عشرات المؤسسات الجزائر العاصمة فقط فيه فيه لارك راح تنشط فيه رياض الفتح ينشط فيه آري كيلتير تنشط فيه دوويل الآن على مستوى الجزائر الوسطى راح تنشط فيه المسارح راح تنشط فيه الأوبيرا راح تنشط هذا على مستوى العاصمة فقط خلي المكتبات خلي الكل كلنا الجمعية الثقافية اللي راح تنشط فإحنا من جملة المؤسسات اللي موجودة يعني ما رانش حنا المونوبور يعني عنا الزعمان تع الثقافة بالعكس فإحنا إلا جزء لا يتجزى من هذه المؤسسات تعاملوا بالتكامل معهم أكيد بالحالة يقلونك تصادم بين المؤسسات وميتفهموا شو ولا مرة كانت تصادم مع أي مؤسسة بالعكس تكامل كلي مع مؤسسة حتى وإن كانت جمعيات والجمعيات تطلب عندها ناشاطة وتطلب الفضاءات وتطلب تغطية تقنية أو تطلب المساعدة دائما كنا معها الاعلام الجزائري مؤخرا سيد الخضر من تركيا خرج بعض التصريحات لوزير الثقافة سيد العز دين ميهوبي ربما توحي بالكين مشكل ما بين وزارة الثقافة والدوان الوطنية الثقافة والإعلام خصوصا ما تعلق بتصريحات تقول بالدوان الوطنية الثقافة والإعلام مزيد شسير هذيك الشق الفلاني تع السينيما الديوان الوطنية الثقافة والإعلام مش مخول باش يدير هذك الشه هل هناك حقيقة مشكل ما بين شخص لخضر بن تركي وشخص الوزير الأول topic وزير ثقافة سيد عز دين ميهوبي صديقي أنا ما عندي حتى مشكل مع عز دين ميهوبي يعني صراحةً غلى إذا شخصت الأمور في عز دين ميهوبي وزير ثقافة ولكن وزير ثقافة هو وزير ثقافة إذا قرر إنه المسؤول إذا قرر تقسيم العمل أو ترشيد العمل من مكان إلى مكان آخر فهذا مكسب الثقافة أنا دائما كنت نقول ما فيه الزعامة يعني للعمل الثقافي إذا شاف نظرته لأن الإنسان اللي تابع مشكل الإنسان اللي يشتغل اللي تابع يشوف الأخطى يعني ممكن فيه أخطى وجه أي شيء إلى جهة أخرى ابن تركي وزير وزارة ثقافة كانت عطتكم القاعات السينما سنة الماضية ومنذ أكثر من سنة ثم في المدى الأخيرة الوزير يسرح فيما رجعنا بالفي المتوسط يقول أن الوزارة قررت نزع القاعات اللي كانت عندكم وخلوكم غير القاعات يعني ماذا حدث بالضبط؟ أنا ما حدث ولا شيء لحد الآن يعني بيننا وبين الوزارة احنا كلفنا بفتح القاعات احنا قاعة المغرب سعادة ومرداز عندنا خراطة احنا قاعتين في قسنطينا ويسر زائد زينيت للمعلوماتكم ايه للمعلومات يعني أن فتح قاعات مش سهل ونظرنا حتى الوزير يعلم بهذا الشي هذا والعلم هذا ويعرف الحاجات يعني ماشي ماشي غريبة ممكن حتى تصريح التعوف سيري لغلط يعني أوقات نفسر حاجات الحاجات الأخرى احنا لما نفتح قاعات لازم أقل شيخ مسترش نعمل لازم لك إمكانيات عندك الإشارش على القاعة يعني وتطلباتها من كهرباء من ماء من غاز من عمال نظافة من عمال تقنيين من عمال فنيين هذا كله منين تقدر تجيب الإمكانيات المالية احنا في القاعات اللي فتحناها ماذا فتحنا أكثر من تقريبا مئة منصب عمل في هذه القاعات كعمل فقط مناصب جديدة اللي يشغلوا في هذه القاعات الإمكانيات المالية محدودة حتى ميكانيات الوزارة في حداتها معدودة يعني وين كان كانت الوزارة بالإمكانيات اللي كانت عنها وراء اليوم يعني في ظل المشكلة تعتقش والوضع المالي هذا أضر أضر بيبي هذا فمن المستحيل أنك تروح تبدأ تفتح في القاعات بالكلام أنا أنا نفتحت القاعات وانت مش قادر حتى تمون القاعات ففضلنا أننا نبقى في مستوى القاعات الأمس قلت تلت مرات الأرقام هذا الماء نفس الشي ولا كذا وخلي السيانة خلي هذا لأننا نعتمد أكثر شي على الوجه الحقيقي للقاعات متاعنا لحاجات اللي نشرف عليها لأنه إذا ما تكونش نظافة مستحيل تكون ثقافة يعني 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 النشاط المتعلق بالسينما نتع ديوان وطني الثقافة والإعلام مستمر مستمر إلى غاية أجال أخرى يعني مش متوقف كما سمعنا في وسائل الإعلام ما مش متوقف أبدا مش متوقف حتى الوزير مثلا مش توقف تقلر رسمي بالعكس لكن كيفاش أقبلت التصريحات انتعو أنت في وسائل الإعلام أنا ما الوزير صراح يا سيبن تركي أن القاعات لتبع الديوان تبقى تسير من قبل الديوان أما القاعات الأخرى اللي فيها السينما فتنزع من الديوان هذا ما قال الوزير قاعات التي فيها توزيع السينما تنزع من الديوان نحن لحد الساعة هذا شيء هذا معدل رسمي المكان حتى وثيقات لكن في هذا السياق بسر الأخضر بن تركي البعض انتقد الديوان الوطني الثقافة والإعلام في موضوع تسير قاعة أحمد باي في قسنطينا قاعة زينيت يقول الديوان دل ما فيهش نشاطات مغلقة تقريبا على مدار الشهر هل هذا صحيح أم لا أنا نقول لك حاجة البرنامج موجود مش موجود عندنا فقط موجود حتى عندكم كإعلاميين بإمكان الإعلام موجود القنوة موجودة تفضلوا البرنامج يوميا موش شهريا يوميا فيه برنامج بالعكس الآن أنا نفتح في ورشات للتكوين فيه ورشة باسم الحاج محمد طالفرقاني ورشة باسم عبد المؤمن بن طوبال فيه الآن تحذير برنامج آخر للفضاءات الأخرى اللي راي موجودة رغم هذا رغم هذا يعني النشاط السينمائي نفس الشي يوميا موجود لأفلام يوميا 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 في هذا الشق أيضا فيسر ميطاوي وفي سياق التصريحات الوزير اللي ربما أثارت بعض الانتباه فيما يخص ديوان الوطني الثقافة والإعلام وعلاقته بوزارة الثقافة أيضا ما تعلق بتسير المهرجانات الكبرى في الجزائر خصوص المهرجانات الفنية تأتيم قاد ولا جميلة في تصريح أيضا لوزير الثقافة يقول باللي الفنانين الأجانب ما كانش دعم باش نجيبوهم يعني إذا حبوا يجيوا المهرجانات هذه تعالجزائر يجيوا بدعم خاص وليس من طرف دعم الدولة ما هو تعليق حول هذا السريح يذوك شوف أنا نقولك حزان أنتم مرتبطت أربطتوا مشكلة أنا بالوزير أنا ما عنديش مشكلة مع الوزير كل عمل اللي اللي نتعامل بها نتعامل بها في إطار تكامل يعني أنت ليمكن أنك تعمل خارج وزارتك خلينا خلينا مقادية يعني كمؤسسة ديوان هو قلت قطعة من من قطعة ثقافة يعني مثل ومثل كل مؤسسات يعني يصبح بالطريقة هذه الطرح أنه كون أننا متمردين على كل هذه العاجات هذه إحنا تيمجاد أولا مش ديوان اللي خلقه ديوان بدع في السبعة والتسعين كجمعية لكن هو لي حياه هو لي رجل معي يعني نتحدينا قال نفس الشي اللي عملناه نذاك بمبادرة مبادرة صراحة كانت من سينوردين بدوي كان والي في ستيف جميلة يعني ما كان ولا شيء ورحنا قال لازم نكسر هال شاءت الصدف أن السنة الثانية نحول بعلبك كله جميلة 2007 يعني هذا هو الآن مهرجانات عبر العالم مهرجانات ما عندهش المردود المادي وذا عنده حق عندها المردود لكن هناك مهرجانات عندها مردود مادي سيب تركي ما عندهش المردود المادي أسأل وزارة ثقافة التونسية واش تساهم فيه عندهش عنده المردود المساهمة وتذاكر المساهمة والتذاكر أول الناس تساهم الشركات تساهم فيه ثقافة المساهمة ثقافة المساهمة مازالها مش موجودة في الجزار سنويا نكسب أكثر من 200 رسالة مردوكش عنا مؤسسات مؤسساتنا الخاصة لست معا في المساعمة لديك مش مساعمة لديك 40 و 50 % لنزلك من قيمة التذاكر تدير معرجان دولي يديروا دولي بأتم معنى الدولي يما تعملوش مش مشكلة يعني قادرين معرجان هذا ما ناش قادرين باش نديروا ناجلوا معرجان تمكادل قادم مسي بن تركي يكون دولي ام لا هذا يرجع التفاهم بعدين مع الوزارة نشوف هل ممكن هل هناك حلول ولا اي نازم نتفق نلقى حل كيفاش هل معرجان هذا كيفاش كيفاش لازم يكون هل احنا يعني صراحة يعني في حراج حتى الوزير لما كل الفنانين اش كان احنا الفنانين الجزائرين انا ما تبرمجناش كسياسي كسياسي طبيعي كيفاش لازم لكن انت عندك اسبوع اسبوع في تيم قاد كيفاش تقدر تبرمج وشني جستو من تركي يعني بالضبط وشني معايير البرمجات على الفنانين هل هي شهرة شعبية شوف المعايير الان معايير الان في مهرجان جميلة او تيم قاد هي معايير توازن جهوي توازن شوفها كما حبيت اي توازن سياسي وخلاص يالك سوفها كما حبيت شوفها كما حبيت هذا المكان تتحوز هذا تحاول من تحط فيه كل عرض يعني حتى بالجمهور فيه ثقل تالي ما نقول لك انا عندي شارلاز نفور ونجي نحط لك خمسة ولا ستة تابعين من ايك كان فيه حتى تدخل من الجمهور قال انا تجيت فع التذكرة باش نشوف فنان فلاني كيتخليني ساعة ولا ساعة ونص وانا قاعد نسلنا باش يجيني واش المعنى تح يعني المعمول به عالميا انك كيتحب ترقى الى مستوى تعرف بفنان مثلا مجموعة تلحانه شباب هذو تاخذ شاب من شباب اللي يمتازوا بهذاك ديروه في الافتتاح يعني باش تعطي له فرصة تدعم تعرف بيه الجمهورية الموازن وبعدين نتروح للبرنامج اللي اللي اعلنت عليه احنا كالش كاين بعض يعيب على الدول الوطنية التقافي العلام انه يبرمج دائما نفس الفنانين في جميلة ولا في تيمقاد ولا في الكازيف هذا يعني بعض النقطة اللي وجهة لكم هلذا نفس الفنانين يعني كيف تردون جزائرين ولا لأجانب احنا احنا انا نظن انا نشوفكم تائد دائما ثم في نفس الحصة نورمال ما كل حصة يبدلوكم يجيبوه لا لا انا كوروني كورتعي فسلم استغناش علي اسمح لي لا لا تركاني يهمني انت كترك موجود اسبوع القادم عندك ضيف اخر او ضيوف خرين ما عندكش ابن تركي صحي فاحنا نأتي ببرامج لا نأتي باش خاص لما انسان عنده شي خرج جديد متابعة نجيبوه في نفس الوقت السند في نفس الوقت كاذم السهر يعني تقليبه كان واحد الوقت كل سنة هنا في الجزائر واجبوه في حلقة ماضية من ثقافة والناس في استضافتي لستاذ لخضرب من تركي كان اجاب على هذا السؤال باعتبار انه هناك بعض الفنانين ايضا كان عندهم معاملة خاصة مع الجزائر ونازم عندما انتحدث على كاذم السهر او مجدر رومي عطي لي اي فنان بامكانك تسأل شرق غرب جنوب شمال كيف ما احبيت يعني شكون الفنان اللي يقبل لك ان التليفزيون ياخذ بما فيها شروق ذاته صحيح وما دفعت ولا سنتيم لا الفنان ولا الديوان خدمة للمشاهدين يعني خدمة للمشاهدين هل هذي موجودة في اي بلد عربي او اجنبي انك تاخذ حتى ثانية يعني هذي الناس لما يجيوا وحتى بالنسبة للعقود انت حم الارقام ماش كبيرة ارقام اقل بكتير شحال مثلا انا قدرش نقول لك شحالش والله اقل في طرح الشفافية اقل من اسعال الفناني الجزائري الموجودين في الخارج اقل من الفناني الجزائري المتوجودين في الخارج ومن هنا ايجي سؤال اخر عبي تقول بلي الجزائري ان يرى متوجودين في الخارج ما يتعاملوش ب كما نقولو بمنطق والد بلاد مع الديوان الواطنين ثقافة والاعلام والله مع حتى الحفلات الكبرى اللي تصرها هنا في الجزائري يتعاملوا منطق تجاري اه كلهم يتعاملوا بمنطق تجاري بما فيهم خالد خالد بشي طبيعي خالد عندهم مامي مامي ولا خالد عندهم دي مناجير يتعاملوا معاك يعني ما يديروش حاجة اه سبيسيال للجزائر لانه بلاده لانه وانكادوا هدية الجزائر هدية ينقص شوية يزيد شوية برك هذا ينقص شوية يزيد شوية لان الفنان تتعامل معاه في الاطار اللي تتفق مع انت في حدود امكانياتك خارج هذا انا ما قدرش نقول لك خالد معامل التعامل في جهة اخرى مجانة ولا بالفلوس هذا اشي خصه اما خالد يعني صراحة خالد انكلموه انتفق وقال هاي امكانياتنا حتى مع هاي الامكانياتنا اللي نقدر نقدمها لك لان احنا مرغمين على الاقل على الاقل دي النوع من توازن حافل في الشرق حافل في الغرب حافل في الوسط هذا اقصى شي يعني لكن انتو ما تسألو اش حال يدي وش حال مداش وش حال كذا لكن انا اقول لك القيمة المالية او المدخيل جمهور حاب يعرف المدخيل ما تغطيش الحفل المصاريف يعني تخدموا بخسارة تخدموا بخسارة ديروا حفلة وجبوا فنان انا بالنسبة لك انا بالنسبة لي مش خسارة مدام انك تقدم في خدمة عمومية يعني لفترة معينة ما تقدرش تعيش هكذا يعني لفترة معينة لما تبرمج فنان في تيم قاد ان تذاكروا دفعت تذاكر صفر ويقامتوا بموجودة ذاك تستغل الفرصة هذي كديوان قال والله ناخد حفلين ديم مكان اخر انك تربح قيمة التذاكر لان التذكرة ان ذاك نقص معها على عدد الحفلات تقلص القيمة المالية تقلص الضغط تتخلق القوة تتفق مع الفنادق كذلك السعر ينزل فيه نوع من المساهمة من بعض الفنادق يعني لازم واحد يعترف ان فيه بعض المساعدات توجدها ولكن انك انت لما تمد برنامج انت على ساعتين لتليفزيون حفل يتقدم كخدمة عمومية توفر فضاء وتوفر مادة للإعلام في الجزائر تعطي اسم تعطي صورة هذا كذلك عنده مردد المادي انا شي اللي فأنت منك سيل خدر بن تركي انه بعض الفنانين العرب والنجوم خصوصا يتعاملون بسهولة مع الدعوة الجزائرية احسن من فنانين جزائرين يعيشوا في الخارج ونجوم ما قلش احسن انا ما تقونيش شي اللي ما قلت باش نحطوا العنوان في الصورة لا انا ما قلش احسن لان حتى الجزائرين اللي انطلبوهم ميجيوا مكن جزائري طلبناهم مجيش مؤخرا في التسعينيات كنو ما يجيوش سيب التركي في التسعينيات يكن الجزائر في الازمة الامنية كنو ما يجوش والله انا اقول لك في التسعينيات فيه كثير ثاني اللي هربوا منها ايه كان يهربوا كان محبوش لا مش فنانين فقط يعني فيه كثير من الجزائري هل نعطيك مثال مؤخراً حفل كبير في الجزائر اللي عودت الفنان الجزائري الكبير ايدير اللي كان في متزامن معي الناير في جنوبي 2018 وادارت هذا الحفل مؤسسة كبرى في الجزائرية ايضاً اللي هي دوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المؤلف والحقوق المجاور والحفل هذا اللي كان في حفلين بالجمعة بالسبت ادارته تقنياً مؤسسة خاصة ليش دوان الوطني الثقافة والاعلام اللي مفترض انه دايماً هو لي يدير تقنياً مثل هاد الحفلات ما هو تعليق الكسير اخضر بن تركي على هاد الحفل قبل ما نرهبت الوطن هذا ما اكدلك الشي اللي قلته في الاول انا ان احنا ماناش مونوبول ماناش محتكرين العمل الفني والثقافي ماناش فيه مؤسسة خاصة فيه مؤسسة عمومية فيه عدة مؤسسات تشتغل ولا لا الاش معاية تركوا مش تدوا الوطنين وعلاه لا الاش لا وعلاه انت تروح فيه یجرا جير مطرحش فيها الجيري انت ما مفتحين المنافسة سيد تركي نا اكيد اكيد لازم لكن على مستوى المردودية كل الارقام تقول بلي حفل ادير كان فيه مداخيل كبيرة سواء للمؤسسة الخاصة ولا حتى اللوندا لوندا الحين انه كما رك تقول سيلة خضر بن تركي الحفلات متاعكم والمهرجانات متاعلي تديرها لونسي ما فيه اش مردودية لا درك شوف درك شوف اننا قاعدين ننظر في حلقة مغلقة مش نجاوزوا كثير من الاسئلة اللي تطرح إذا عندك أرقام إذا عندك أرقام تفضل إذا ما عندش أرقام كلام هكذا أنا أقول لك من الصعوبة حسن الأرقام أنا أولا أنا أولا أنا ما على بليش صعب جدا حسن الأرقام اسمح لي ما على بليش يدير مش حال جاء وجاء وكيفية تمت البرمجة انتعو الخامة كبيرة ما على بليش أنا ما على بليش ما نقدرش نعلم بهتش يا باش نقدر نقول لك ربح أو خسر أولا المؤسسة خاصة لا يمكن أن تدخل ممكن تدخل كسبونسور وعليها لا مايش خسرة إعلامين ربحة صحيح جماهيرين ربحة حتى إذا مدتش فلوس فهي ربحة من ناحية لذاك خلقة اسم نفسها فالقضية في المبدأ القضية مش قضية فلوس فقط قضية ما قضية اسم كذلك لوانسي منافسة للوندا ولا العكس ولا ما كاش تنفذين تكامل لا معناش نفس الدور دور تكاملي بيننا باللوندا لوندا يعني نتعامل معها في طردك بالعكس لوندا تسامنا لوندا دفعت ما يقارب الندوة اللي ندارت عندكم هنا وأولت إلى شيء آخر يعني البرمجة في الصيف الماضي هذا تقريبا أكثر من ثمنمائة عرض وتسعمائة عرض قدمت في الصيف يعني نشوف عليها وزارة الداخلية وزارة تقافة خلصنا أكثر من ثلاث فنان يعني آخر فنان اللي مداش يعني الآخر شيء اللي مداش ما بين ستمائة سبعمائة ألف دينار جزائري يعني لوندا مونت حاجات ليني قدمت حاجات لي وسامت وراي ما زالت ساهم في هاد شيئذا كما ذكرت بعض بصير الإعلام سبع عشر مليار لونسي وش لونسي لا الفنانين مش لونسي لا يعني لونسي أدار شوف لا 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 سيجرة هذ المبنى اسمح لي مرتب بتاع وزارة من الوزارات يمر عن طريق وزارة البريد معناه البريد هي لي دات الفلوس نعم ما كنا ينبوط بوستال درنا عقود عطاونا خلصنا الناس لينو ناس تبلي سبع عشرين مليار هذي رحت لونسي لا بس تكون عندك توضيحات حول هذ الموضوع لا معناش حال ما رحتش لونسي وردينا في نفس الوقت بأن لا احنا كان قسمت العملية في ظل لأنه كان ليرأس اللجنة سيد نوردين بدوي وزير الداخلية التوجيهات اللي كانت كاينة أن ديوان حقوق المؤلف يتكفل بمستحقل الفنانين ديوان الوطن للثقافة يتكفل لوجيستيكيا تقنيا فنيا بكل عمليات دورة عبر الولايات هذا العمل اللي عملناه كل واحد منا ساهم بشي وقدمنا والولات تكفلوا بإقامة الفنانين ومديرية التقافة تكفلوا بتحذير الفضاءات للعمل كان فيه تكامل وعمل منسجم أستاذ بن تركي كان عندكم محدد خلاف مع منظمي مهرجان ديماجاز لقسنطينا والمهرجان بدأ خلاف معكم توقفت مهرجان ماذا حدث بالضبط مع المنظمي هذا أولا ما عندناش خلاف وما عنديش مشكل مع الإخوان هذا واستقبلهم وتلقيت معهم وكل شيء وطلقيت مع السيد الوزير وعطيت له المعلومات والسيد والي الولاية السابق والحالي والمشكلة نحل يعني نهائيا مع الإخوان هذا ما بقناش مشكل معهم يعني نحلت الأمور مشكلة يعني مرتبط بالفاتورة مش قضية فاتورة المشكلة أنهم درونا في مأزق يعني ولو أن الأمور نحلت مفروض الإنسان ما تكلمش عليها مي ماليش مدم سألت رح نقولك أنا كان عطونا شك شك جاز في المحاسب وراه ورجع بدون رسيد طلبنا من الإخوان مجوبوش كتبنا مجوبوش دلنا مجوبوش كيفاش يمكن لك نزيد يعني هما مدوا شيك من دون رسيد ايه ففي آخر المطاف نحل المشكلة الولاية يعني ساهمت في هذه العملية هذه وحللنا المشكلة وقلنا بلي حتى في الوقت اللي كان عندنا الشك بدون رسيد اشتغلنا معهم في إطار شاركة عاودنا دلنا المهرجان واشتركنا معهم مهرجان توقف على كل حالة مهرجان توقف موش احنا موش بي سببنا زيدنا حاب نقول لك شي قبل زينيت مهرجان وين كان يتقام دار ثقافة في المسرح دار ثقافة في المسرح المسرح مزلوا قائم دار ثقافة مزلوا قائمة بالعكس إذا استفادت قسنطينة أكثر من هاتشي هذا الآن بفضل قسنطينة عاصمة الثقافة العربية إذا استفادت من فضاءة خلال دار ثقافة في المدينة جديدة بجل الخروب يعني قاعة من أحسن القاعات يعني دار ثقافة يعني ممكانية غريبة يعني موجودة يعني يعني احنا في حاجة إلى كل واحد مننا ينشط فضاء لازم الفضاءات هذه كلها تنشط لازم كل واحد يلقرعوا في مكان بجنشط ما رجل دي ما جاءو سيدة بن تركي ما رجل عنده معايير دولي يعني فنانين كبار جاء وعنده جمهور يحضر المسرح أصبح حالي نحن أشوف حنا ما وقفناش وما نستطلبينه بش يتوقف وحنا مستعدين بش نتعاون ونتعامل معهم فقط في إطار الشغفية والوضوحية في إطار الفضاءات أيضا سيدة حضر بن تركي فضاء مهم أيضا في وهران اللي تسيروا ويسيروا ديوان وطن التقاف والإعلام هو المسرح الهواء الطلق حسني شقرون هل ما زال ديوان وطن التقاف والإعلام يسير هذا الفضاء نات تم اتفاق مع البلدية في إطار والوالي في السنتين اللي مضاو ربما نتنشيط هذ كان مع الناش قاعة نشطنا حاولنا نغير الوجهة والمسرح أن ذاك كان تعرف الآن أخرش دي في إشكال مش اللي نحن برك لكل الهيئات في إشكال كبير أن تعودت الناس على المجانية هذي على البطل وخلت حتى المجانية هذي العائلات في حداتها وبعض الناس تهجر الحفلات هذي الفضاءات هذي لأنه يدخلوا فيها ناس الفضاءات في حداتها إيه يعني شيء اللي يديروا مجنة طبعا يعني يكون فيه استسهال دخول حاولنا حاولنا يعني سنتين نقينا المسرح يعني رجعتوله رجعنا له طريقة العمل الحقيقي اللي لازم يكون تدفع تدخل ما تدفعش ما تدخلش وخلاص فيه حاولت يعني كانت فيه مقاومة في بداية الأمر لكن بعدين فتحت الأمور وصبحت عائلات جيوها حاولت هذاك فالسنة هذي تم اجتماع وآخيرا وذك ممكن البلدية اللي راح تنشط لمسرحة تاحها لأنها القاعدة نحن لازم ننشطها إذن ديوان وطني مش رح يسير هذي المسرح دعا ابتداء من 2018 مش ابتداء نحنا عمرنا ولغ وهو مش تبع لنا وكان مسلم لنا أنه كفضاء ننشط فيه وموش تابع لديوان وكان كفضاء ننشط فيه طبعا بمساءة مثل السلطات المحلية وذك ماوش تابع لديوان مش خليهك تريح شوية كثرنا عليك سي الأخير من تركي خلينا نريحه مع كاريكاتورتها باقي ولو إنه حتى كاريكاتورتها باقي بخالفة أيضا موش مكش رح تسلم من الانتقاد شي لو نسي بعيون يعني هو أهلان رمضان والصيف يعني بعيون الناس اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش ديوان واطن ثقف والإعلام الديوان متوجد غير في الصيف وفي رمضان لكن الواقع ولا البرامج تقول بالليرة ومتوجد طيلة السنة في كثير من الفعالية شوفنا دائما ندير نقارن شوية مؤسساتنا بالمؤسسات الرياضية أو بالجماعة بالرياضة فإلا في اللي عمل في الرياضة في الذك تعال الشطرنج ونتعال تينيش ونتعلك ما تسمعش بيها مرغب أنها تنشت يعني الأعمال رياضية القوة ونتعال الركض وإذا كلهم ما تسمعش بيهم ماذا لما يكون فريق قال عنا الياس المولودية تقلب الدنيا لما قال جياسكا معكادات تنوض الحالة بعشي طبيعي أنت لما لما تنزل جماهيريا أكيد رح تأخذ وجه آخر بطريقة أخرى أما مهمتنا ماش مهمتنا حفلات الديوان خطأ ويخطي من يقول أن الديوان حفلات فقط يعني ولينا السؤال الأول أه سحر ولينا السؤال الأول حول تنظيم الحفلات قبل الحساب الديوان ما هوش أجونس الديوان الوطني للثقافة والإعلام أوفيس ناسيونال نانفرماسيون لا كتير نانفرماسيون لا كتير لا كتير ما هيش غناء فقط لكن كانت هناك بعض برنامج كان يدير الديوان الوطني الثقافة والإعلام كان ينحي لكم هذا الصفة مثلا عكاضية الشعر اللي كان عندها احتفاء كبير ووقع كبير واهتمام كبير داخل الجزائر ووقع الجزائر أين وصل لهذا المشروع من المفروض ما يوان شعر أمنعه قضية الشعر وكان حدث مهم كان حدث مهم وعربيين كان عنده فضة كبيرة كانت مبادرة من الديوان والديوان طالب كذلك بالخيمة العربية وهي للشعر الشعبي يعني كل ما هو تراث يعني خذينا المطرق ما هزيناش على هاد الحاجتين هادو من عندهم من أقرب شي من من عندكم شعراء 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 بركسي لخضر كاي اللي داروا اذا ربع الطعام قالك عناش ما عرضوا ناش ايو الاشكال وين في المرة الأولى درنا مجموعة قال عاونونا دخلنا المجتمع قال عاونونا باش أول عقادية درنا العقادية الأولى كان فيه مجموعة انتخذت ودارت وذاك المرة الثانية يخذين هذيك المجموعة ديك انتطار تعلينا المجموعة الثانية ارضاء الجميع غاية اللي تدرك مشكل لا الاشكال وينو معليش أنا اخترحت عقادية مثلا كاي الناس تنتقد وتقولك تيم قاد الله يرضى لك احنا تيم قاد ناخد المسرح أسبوع هل مش من معقول مؤسسات أخرى جهات أخرى تاخد المسرح أسبوع آخر ترضي فيه عدد كذلك وتزيد مؤسسة أخرى لأن المسرح مغلق نفس الشي الجميلة نفس الشي لمسرح الأخرى علاش ميكون تكامل هذا تعامل مع المثقفين والكتاب سيلة خضر بن تركيا أصعب من تعامل مع الفنانين كل واحد عنده الواحد عنده طقوس أنا ما شوش فيه صعبات فقط برك يعني لما احنا الباب محلول مفتوح أنا قريت أخيرا جي عمي الجيات يقول الديوان أهضر بهذا الجملة ألف مليار سنتيم ألف مليار سنتيم فيشطع وردع الشعر نسموه أدب اللي دايما نقول أنا الملحن والموسيقين سموه أستاذ والمغني سميه أشتح وردع المغني ما هو إلا مادة بعد الأرضية يعني بعد البلاتفورم اللي ديها الشعر وبعد الشي اللي ديره الأرشي تاكت الملحن يجي هذا لما سو يكمل كل شي يحطها في جمالها يقول هو تعشتح وردع غناو قلنا اشتح وردع ما غناوش قال غلقتوا الباب على على الفنانين مشينا قال مش طبيعي حبست قال وعلش مؤسسة مغلقة إرضاء الناس غاية لا تدرك إذن إذن الشي اللي اللوم عليها أنا صراحة قصة ألف مليار خطأ ما قش منها ألف مليار سنتيم مستحيل أنا عطيت لك تقريبا نص العشر سنوات عطيت لك الأرقام اللي ديناها وبإمكانك أنت نخرج الآن خوض الجريدة الرسمية من اللي خلقت الديوان إلى اليوم إذا كالقيت ربع القيمة المالية اللي أرى ما تكلم عليها يعني وجودها في الجريدة الرسمية باعتبار أنه الديوان الوطنية ثقافة الإعلام مؤسسة لثبتة وجودها في الميدان الثقافي في الجزائر تقبلوا مثل هذه الانتقادات وهذه المتابعة لدائما تخلص على نقل الخبر من الديوان كان فيه فنان من الفنانين جاني قال لي يا أخي ما لازمش تدوه خرص بزاف الشجرة المملؤة لازم تنضرب بالحجر لكن موش في المستوى الأدبي والثقافي والفني من المفروض هذا مستوى روقي مستوى بعد آخر النقد يكون في المستوى الموضوعي النقد يكون في المستوى أنا نقول دائما لنا كإطارات في الدوان لأن موش من تركي الديوان لو لا الطاقم الموجود اللي راي يشتغل ما يكون ما يقدرش يكون وناس هادوا فهمي اللي راي في الدوان لو ما يشتغلش ما يشتغلش وما ما يشتغلش الراتبتاء وما يكونش في السيق الانتقادات لو نسأل واحد السؤال ولو أنا الأستاذ بن تركيا ما كنش حاب يجاوب بالحصة كان هناك انتقاد من الفنانة في اللعبة بسع حول الدوان الوطني الثقافي العلام وهضرت على الأستاذ بن تركيا بلهجة بعض الحدة يعني تقول باللي انت همشتها وانت سبب بتهمشها حتى في المراجلات العربية هل للكلم صحيح مدام اذكرت هذا السؤال وقبل ما اعض ذلك لوسي مساد الخضر بن تركيا خلينا نشوف هذا التصريح الأخير يعني عنده يومين أو ساتة لفنانة في اللا الجزائرية وفي اللا بابسا في قناة عربية قناة لبنانية اللي أيضا عادت وذكرت هذا الخلاف خضر بن تركيا وسهد لا واكيد رودولف قال قبل البريك انه تردت مؤخرا هل فعلا هل فعلا انك تردت من احد البرامج الهوات الجزائري الحان وشباب تردت من هذا البرنامج مضبوط لا لأنه شفت يطرد من هو دخل وانطر أنا أنا كان فيه على أساس انه أكون في الحان وشباب لجنة الحكام وكنت أحضم بالقناة وفجأة وكان الناس فأخر لحظة كلمني المنتج وأنا عرف الأسباب انه دايما لول ميشي لول ولما طلع ميشي لول حط حط واحدة فنانة أنا بغدرها وبيحترمها بس أنا منية فنانة بيتكلم عنها يقول سهائلة بالأشهب أنا ندى الريحان سهائلة بالأشهب أنا ندى الريحان ربي يا صغيرة يعني أنت حطيتها في بدل الفلة والله العظيم أنا ندى الريحان بموت فيها وهي دا البرنامج عملوا لتكريم انت شوف كحلقة التكريمية اللي عملوها هذا هذا يدل هذا يدل على شو ما يدل على شو يدل على فلة اللي صار معك الشبيه اللي صار بمعنا الكويت ب The Voice اللي صار معك اللي صار جزائرية قلت أنها إنسانة طيبة إنسانة بريم حقيقي محافظة للتوراث محافظة للك ما عنديش مشكل معي أنا نقولك ما عنديش مشكل نتحدئ أي فنان يقول عندي قضية مع them ترك يقول تحدغ أي فنان يتقولك همشتها وامشتها أنا أنا قالتها وعودتها قالتها وعودتها وهمشتها و تَمو رسر أنا يجب إنسانة يعلم다고 أنا أقول لك شي أنا معندي مشكل حتى مع فنان في الجزائر أو خارج الجزائر بالعكس يمكن هي عندها مشكلة معك خلينا إذا كان واحد عنده مشكلة معك وإنت ما تعلمش أنت هو حر تقول أنت ملعتها من البرمجة في الحفلات والمهرجانات أنا ما نمنعش أنا ما عنديش حق بش نمنع أي إنكان فلا شاركت في نشاطات للديوان مش حال من خطرة كل حفلات هنديروا في الديوان كل نشاطات هنديروا في الديوان يعني لما جيني إنت غدوات تقول لي أنا إذا ممكن تعمل لي دورة كذا ودورة كذا وهوش تعطي لي نقول لك ما عنديش فنصبح لعدو التعك يعني مشكل مالي بين بدكم بالفلاح نعم مشكل مالي كل مشكل كل مشاكل اللي تطرع هي مشاكل مالية مشاكل علاش مشاكل حب أنا اللي حبي يغني ويدي المداخيل أنا نقول لك أنا مستعد ندخل في شاركة مع كل فناني الجزائرين يتفضلون برمج نقدم ندير كل شي المداخيل ندفع ما هي حقوق قانونية اللي لازم تروح للدولة والباقي ينسلمها له مش نغلقوا ميلة فنتاة فلا لأنه لا تطلب بزي في سيد بن تركي لو قبل ما نغلق ما أنا ما نشب يعني صراحة أسألها مستحقتها ما يقدمك ما أسألها وأسأل كل فنانين هو الجواب أعتقد كالواضح أنه الأمر يتعلق بطلب برمجة حفلات بأثمان معينة والدوان رفض هذا الطلب لكن أنا كنت سألتك سيد أخذر بن تركي في لقاء سابق على قضية أنه كثير من الفنانين يقولك بلي الديوان الوطني ميبرمجناش وكان الجواب بتاعك واضح أنا ذاك قلت لي بلي اللي يقدر يعمر صالكي مزينيت ولا القاعة البوضاوية يتفضل هل ما زلت عند هذا هذا الجواب ما زال إذا يقبل حتى بقاعة الموغار يعمرها ويأخذ المداخل تحيث يتفضل صحيح من مهمة الديوان كذلك يعني تسجيع الشباب كذلك المهمة تحكم كمؤسسة عمومية بشجوع الشباب أنا كان شباب مش عمر فعقصة عنده طالهم اسمح لي فيطار تسجيع الشباب لاني ما نربطش لما جي تخل لي فنان كبير وتطلب لي متطلبة تعجز المؤسسة مش أنا المؤسسة مش قادرة أنا أقول لكم ما هو بإمكاني نقدمه نقدمه عندكم من برام يعني العالي سقف اكيد سقف السقف على بال كما البورص كل فنان عنده سقف كيليسكن في سن كيمي طاج وكيليسكن في دوزيام كل واحد وين المكان واحد نجم مش حل سقف كل واحد عنده سعر وكل واحد عنده سعر مكنش نزاف لي في سن كيمي طاج في الجزائع لا ولا ولا كاش بزاف كينين كين حل السقف سادة بنتركيا ماين مع السقف الماني قضية خاصة ولا ما تسألوش للفنانينش عالمستحقات قلت بمؤسسة عمومية سبب تركيا أنا مؤسسة عمومية كين جهاز الرقابة لترقب مرتبطين بذورة الشفافية يعني نعم الشفافية ماش في مستحقات الناس او والله الشفافية في مستحقات الناس موجودة جهاز رقابة راح يراقب راح يشوف العقود ويشوف كل هذا مكاعدة مشكلة سعي ما عنديش حقنا باش نجي نقولك شحال يخلص الفنان الفلاني أولا أولا سمح لي لازم نفهم حاجة والله لازم نفهم حاجة أنا الفنان لي كين فنانين عندنا بطائق يعني عندنا حاجات يعني المعلومات أنهم يتعاملوا بعشرة في المئة من الشي اللي طلبوا فيه الديوان لأنه في معام مؤسسة أخرى معام مؤسسة خاصة معام أنت مننا راكم هنا شروق جيبوا الخواص وجيبوا المؤسسة العمومية ويلا ما كيش عنا الأرقام أستاذ بنتونكي كيف يقدروا القرنه لا قديم ما تقدرش تقال لا الخاصة الأرقام ما نقدرش نقولك أنا رشديش حار راح يخلص والأخر شحار واللي راح خدم معه من جهة الأخر شحار هذا ما العمومية أستاذ بنتونكي هذا ما يسمى شخص بينك وبين شخص بينك وبين فنان كين أجهزة رقابة 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 بس هم مش ممكن نحط كاشي تعلن أرتيس هنا في جريدانهم أو في حسار وهذا الشي هذا أنتم ما تطلبوا بشي لي مش موجود في العالم كل أعطي لي فنان في العالم أعطاوكم ما راح قال أنا أنا شحن نخلص ولا قال لكم مش حل نخلصنا من الصباح للليل وإحنا فقط في خدمة الشباب ودعم الشباب أعطاوكم ما راح يعني الباب مفتوح لما يكبر لما يتوسع لما ذاك حتى عندنا عمال عمال جاءوا تكونوا في الديوان وذاك ورامي الآن إطارات في مؤسسة أخرى ما هو مشكلة خصوصا من جانب التقني خصوصا من جانب التقني خصوصا من جانب التقني طي جانب التقني أولو حتى تسير ففي الآن عندنا ليرام في السياعة ليرام في مديرية الثقافة ليرام في التجارة حيّو زميل سمير اللي التحق بوزار التجارة وكان عضو ناشيط في ديوان ورقائل بالإعلام سمير بالأكس دورنا هو هذا صحيح طيب خلينا شوية سيفيصل نروح معه في الأخضر من تركيلي ما هو قادم من الزمن باعتبار أنه الموسم تعهد السنة موسم 2018 طويل شوية فيه رمضان وفيه الصيف وفيه أشهر كبيرة من النشاط وش أهم المواعيد اللي يعد بها ديوان وطنية الثقافة والإعلام جمهور نحن طبعا المواعيد اللي نعد بها نحن شي اللي متعودين نعملوه وحسنة بالنسبة الرمضان كل ما هو عمل التراثي الشعبي الأندلوسي كل ما ذاك عنده مكانه الموشح الديني والإنشاد وذاك عنده المكان تاعه كذلك وكل ما هو علاقة بالشباب والعائلة نفس الشي فيه برنامج في أقرب وقت إن شاء الله يتحضر ويتقل في حدود الإمكانيات طبعا المتوفرة لدينا السينيما نحن الآن نبحث كيف نزيد نطور أكثر في قضايا وخاصة لكن في السينيما ما قلت أن تدخلوا مثلا فيه صلاحية تنتعي السياسي اللي هما مراكز معنية بالسينيما بشكل خاص بالإنتاج إنتاج وأيضا توزيع هذا النص قانوني في الديوان أنه عنده حق ينتج وعنده حق يوزع هذا النص القانوني تعاون رح أنت تدخلوا في إنتاج سينمائي وستاذ بن تركي إنتاج إحنا معناش الآن القدرة على الإنتاج نحاول نخلق هيكل نعمل يعني يطلب شوية وقت مثلا الآن بدنا نوع من الاستقلالية في قضية نشاطاتنا وذلك في البث المباشر عن تويتر وعند طريق التواصل معي اليوتيوب بدنا كذلك ترتيب الأمور بالنسبة لأرشفة كل أعمالنا الفنية والثقافية في خلق أننا ممكن نعود سنويا نخرج نشاطاتنا كل هذا من ألبوم وذلك اللي ممكن يكون عنده مردود الثاني مدي وعا سمعي بصري أي سمعي بصري طبعا لما نستفاد من شيء كنا عندنا نوع فائد من ما نستثمره في أماكن معينة نبحث كذلك على كيف نوجد مجال الآن بخلق وسائل الدعاية وذلك لدى الفضاءات الموجودة تعدوين يعني أخيرا كانت افتتاح القاعة تخرطة كان لها مردود معنوي لبس به يعني سراحة لدى المحيط للمجتمع أولا أول شيء خلقت ما يقارب من 15 منصب عمل في القاعة نفسها يعني كشباب يشتغل الميزة اللي كان فيه نوع من التكامل بين القاعة والمسجد يعني تقريبا عشر أمطار بيننا وبين المسجد نفس الشيء كما بيننا وبين الأطلس ففي نوع من تكامل من التكامل التقافي الديني هذا هو رح أن توزعوا أستاذ ابنتوقي رح أن توزعوا أفلام جديدة يعني أنتم ما وزعتم مجموعة من الأفلام هل هناك أفلام ترجمة نانسي قنقر قوانين موجودة في البلاد البلاد عندها قوانين تكييف القوانين الآن أنت بش جيب فيلم لهيك يقول لك الآن واحد خاص هز الفيلم يجيبوا في جيبه الآن مبقاش في حاجة جيبوا في جيبوا الفيلم ويجي الآن إحنا لازمنا أولا نمر على الاتفاق يجي العقد نروح ندفع الضرائب بعدين من الضريبة نرجع للبنك والبنك فش تحول لازم الفيلم يكون صلا يعني حاولنا مع بعض المؤسسات كم كانال فريس كمال أمسيس كمال بدأوا يمشوا معنا بدأوا يتقبلوا شوية لقوا فيهم مصداقية خلصنا قوا فيهم مصداقية ولت الأمور ماشية أنا نحاول يعني قد المستطاع والشي اللي لحظناه يعني صراحة في الأفلام ماشي منها هما اللي ماشيين يعني الأفلام ماشي ماشي في العالم كله يعني أفلام ماشي و لا الأفلام الطفل يعني إحنا الآن ما عندنا تقريبا ما بين وهران الجزاء العاصمة بو مرداس وقسنتينا وذاك يعني أكثر أكثر من عشرين عرض أسبوعيا وبالنسبة لبرنامج رمضان أستاذ ابن تركي أنت تحدثت على برنامج رمضان هل هو في الجزاء العاصمة فقط أم على المنساء الوطني؟ على مستوى الفضاءات الموجودة عندنا الموجودة عند الديوان أكيد في مؤسسات الأخرى كذلك تقالها برامج يعني يعني إنا زمنا نحسب بيشوفوا ماشي كالين عنا ثمانية وربعين دار ثقافة عنا 17 و 18 سنة مصرح هذا نتكلم ماهو قطاع الثقافة برك ماهو ديجال الحفلات رأي في كل بلدية في كل ولاية مؤسسة الثقافية يعني اللي حاب يشتغل بفتوح يعني مش فيه ذني ما قدمته الوزارة من تسهيلات هي الإزاقريمون اللي يعطاهم للخواس باش يبرمجوا يعني الان مبقاش احتكار في جيهة معينة هون جهة هناك بعض الفضاءات او بعض الولايات تفتقد الى فضاءات لديوان الواطن الثقاف والإعلام هل هناك مشاريع لتوسعة مكاتب الديوان الى ولايات اخرى ما فيهاش نشاط الديوان؟ اشوف الديوان مش بالضرورة ان يكونوا مكتبوا ذلك انا كل ما كان عندنا مدير ثقافة فهو ديوان دار ثقافة فهي ديوان كل يعني احنا نتعامل يعني فيه تكامل بيننا وبين قطاعنا تعانى بيننا وبين مؤسساتنا مكانش فيه اشكال في هذا الموضوع وبعد رمضان استاذ الاخضر بن توقي كان الصيف والصيف طويل كما قلت قبل الحسة هل تكون برنامج بالنسبة للصيف؟ اكيد مثلا؟ برنامج المعتاد الزيني او الكاظي تعرف الزينيت كين مشكل انك فقط هو شهر اوت شهر اوت قسنطينة تفرق الناس تروح تصيف تخرج ايه فنوعا ما تقل جمهور يقل جمهور القاعة احمد باي من فضل قاعة احمد باي افضل من كلمة الزينيت احمد باي نعم ايه قاعة احمد باي لكن مع الفكر ان كيفاش احنا اولا تسجيج تاعها الان راي الاكروتور راي قريبت خلاص باش نستغل الفضاءات هذيك البرة اللي اقتل تكون لها مكان يعني هي في طال البنيان لان كذلك اه جات قاعة احمد باي في وضع ظروف بلادنا في قضايا التقشف ويقع اشوف فقط اسيرونس تحا تش مليون دينار جزائري الناس تفكر انه لس تفكر انه فلوس من تعمل ما لقاعة سنويا كهرباء عندها اكثر من عشرين مليون دينار جزائري سنويا قل لي السيانة انتحها وذاك تطلب امكانيات يعني امكانيات كبيرة مايش حاجة سهلة القاعة هذيك اه لان الناس تفكر في الباب وتفكر في الدخلات وتفكر لا السيانة هي الاساس اذا تحافظ على القاعة روح تشوف القاعة الدشنت في الفين وخمستاش رانه الفين وثمانتاش شوف القاعة كيفاش رحي انتم ما طلبتم مقبل كديوان سيلا خضر بن تركي انكم تصيروا قاعة الاوبرا او صالة الاوبرا حدث هذا او لا هناك صريحات بقى في الاعلام قالوا بلي الاوبرا كانت مطلوبة من ديوان وطاعة القاعة بالاعلام هل فشاك تشوف تصير تاع الاوبرا ولو انه سؤال شوية انا نقول لك يعني ما نقدرش نحكم عليها الان الاوبرا لازم نعطيه وقت لازم وقت لان مشكلة هذ الفضاءات هذي جيت وجيت كلها في وقت واحد لانو لما نشوف اوبرا اللي هي رمز ثقافي مهم في اي دولة بس توليد تحتظن عروض ازياء ولا حفلات صغيرة هذي اهانة في حق الاوبرا والله هات السؤال هذا يتوجه المدير الاوبرا هو اللي يقدر يجاوبك على هات السؤال انا ما نعرفش كيف تبرمج هذا وتبرمج هذاك انا تسألني على القاعات اللي يشرف عليها هنقدر نجاوبك على هات شي هذا ما نقدرش نجاوبك مهرجا جميلة يكون هذا العام مهرجا جميلة مهرجا جميلة ينظم انا جاوبك على تيم قاد وجاوبك على جميلة هذه قضية قضية كيف راح يتم التنسيق مع الويساية انا وذاك الوقت لكل حاد كيف يقولوني كل حادثين حادثين القرار تنظيم تيم قاد وجميلة يكون بعد الاتفاق مع الويساية الثقافة اكيد ربما تعبناكش معنا شويان وفيصل في اسئلة كثيرة اللي كان يطرحها الرأي العام الثقافي بشكل عام وخصوصا الاعلام في سؤال اخير ربما كيفاش تتقيم علاقتك مع وسائل الاعلام خصوصا مع الصحافة الثقافية صحافة الثقافية مثلها مثل كل الجزائريين يعني انا علاقتي مع كل الاعلاميين صراحة علاقة طيبة معناش مشكلة خاص صراحة ما طلبوش منها ولا مرة شيء خاص وما طلبناش منهم شيء خاص يعني كان فيه نوع من التكامل المهن من المفروض هما المرآة العاكسة للبعد الثقافي والعمل الثقافي لكن انا الشيء اللي تمنيته يعني صراحة تمناه يكون وهو اننا نجد في فضائيتنا نجد في جرائدنا نجد شيء اللي نستفادي به يعني الاثارة وحدها غير كافية مش فقط المهم انني كيفاش نبيع او كيفاش نوصل او كيفاش نخلي اه القارئ يروح يشوفه بعدين قال ما كان ما كان احتش انا نبحث اكثر على هذا نبحث كيف نثقف قال الصفحة الفلانية انتع فلان قال عندي الحسة الفلانية الفلانية لازم نروح نشوفها نشوف الكتاب الفلاني نشوفها هذا الشيء اللي يزيد في مستوى البعد الثقافي ويدعم لان ذلك القنوات او الفضائيات الموجودة يعني هي جزء كبير وهي القريبة قريبة جدا من المواطن ومن المثقف ومن الفنان ومن المبدع ومن ذاك فمن المفروض هي عندها جهد احنا نفكر في انجاز مجلة ثقافية فنية ولكن يطلب اولا خزان كبير من المادة علاقات كبيرة وواسعة على مستوى البعد الثقافي والفني والادبي وامكانيات مادية كذلك هذا القنح ثقل ولكن مفشلناش انا نبحث انا نبني ممكن احنا نبدأ بالتأشيش ويأتي من يبدأ بالتنفيذ اه المهم احنا نبحث مش على الاشخاص نبحث على العمل والبعد الثقافي وناشى الطقافي جميل شكرا 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 دائما مؤسسة مثل الديوان الوطني الثقافي والإعلام حاضرة في اغلب النشاطات المهمة الثقافية والفنية في الجزائر ودائما علاقتنا احنا كإعلام عهد المؤسسة دائما كانت سلسة ودائما كانت المعلومة تصلنا بشكل سلس من هذه المؤسسة نختم مع الكاريكاتور الأخير اللي بقي بخالفها ربما لرفع القبعة لواحد من الاسماء الفنية الجميلة اللي رافقتنا في كثير من المحطات الحساسة في تاريخ الجزائر الحديث خصوصا في سنوات الأزمة هواري بودو ربي يرحمك ربي يوستعليك وربي إن شاء الله يصبر أهلك وأهلنا جميعا باعتبار أنك واحد من أفراد العائلة الثقافية الفنية الكبيرة في الجزائر اللي لخضر بن تركي واحد منها وفيصل مطاوي واحد منها وباقي بخالفة أيضا واحد منها تعازينا الخالصة لجميع الجزائريين وليس فقط لعائلة محمد جديد أو المعروف بالهواري أمجاد أو هواري بودو إن لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر